للمزيد من المتابعة والتفاصيل أيضا عن هذه الزيارة المهمة التي يقوم بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا وتحديدا إلى باريس ينضم إلينا الآن عبر الهاتف سيد طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية سيد طارق رحبك سيد طارق هل أنت معي؟ طيب حتى يعود إلينا سيد طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية مرة أخرى عبر الهاتف إذن مشاهدين الكرام منزلنا حتى هذه اللحظة نتابع مع حضراتكم هذه الزيارة المهمة التي يقوم بها سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا هذه الزيارة التي تعكس زخم الدور المصري فيما يتعلق بالتطورات سواء كانت الإقليمية أو الدولية حيث كما نعلم بترتبط كل من مصر وفرنسا بعلاقة صداقة ممتدة وشراكة بتستند إلى تاريخ طويل من المصالح المتبادلة والتفاعلات الإنسانية والحضارية بين شعبي البلدين منذ قرور عزز من عمقها ما شهدته علاقات البلدين في السنوات القليلة الماضية من زخم متواصل على أصعدة التعاون في جميع المجالات سواء كانت السياسية أو العسكرية أو الأمنية أو أيضا الاقتصادية والثقافية على كل حال المزيد أيضا من المتابعة والتفاصيل يعود إلينا عبر الهاتف سيد طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية سيد طارق رحب بك مجددا الخير أستاذ نانسي أهلا وسهلا بك وبكل المتابعين مصر لها علاقات جيدة وممتازة ربما مع كل دول الاتحاد الأوروبي ولكن فرنسا لها مكانة خاصة بالنسبة لمصر علاقات ممتدة وتعاون وثيق بين الدولتين في المجالات كافة ربما أبرزها التعاون العسكري الذي كنا نتابعه منذ قليل في التقرير الذي أعرضناه كيف ترى هذه العلاقات مع دعوة اليوم ماكرون للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى زيارة فرنسا وحضور هذه القمة المهمة التي ستناقش الأزمة الليبية تمام زي ما بتقولي أستاذ نانسي بالفعل يعني العلاقات ما بين مصر وفرنسا علاقات يعني متميزة ده واضح علاقات قوية علاقات متينة اتضام يعني كامل وعميق ما بين فرنسا ومصر خاصة في فترة السبع سنوات اللي فات ومنذ تولية الرئيس الأسيسي واضح أنه في يعني ذلك التقارب واضح أنه إيرادة البلدين مصر وفرنسا متوافقتان وهذا التوافق والتقارب يكد يكون تام بين مصر وفرنسا في مختلف القضايا الإقليمية والرؤية للكثير من يعني كيفية الحلول لهذه النزاعات الموجودة في هذه المنطقة خلت ذلك التقارب وده بفضل يعني التنصيق المستمر وتلك المشاورات غير المنقطع وتلك اللقاءات لفخامة الرئيس الأسيسي هذه اللقاءات المستمرة غير المنقطعة ما بين الرئيسين بتدي زخم لقوة العلاقات وبتدي يعني أرضية مشتركة هذه الأرضية المشتركة يكون من السهل بعد كده أنه يبقى فيه يعني تفاهمات ويبقى فيه يعني شراكات استراتيجية في العديد من المجالات طيب سيد طارق يعني فيما يتعلق بالأزمة الليبية تحديدا ومناقشتها في القمة المرتقبة قمة باريس غدا كيف ترى أو دعني أوضح بطريقة أخرى كيف وصلت مصر إلى أن تحتل هذه المكانة الدولية والعربية وتكون ممثلة اليوم لحضور أو مناقشة الأزمة الليبية في إطار الاستراتيجية المصرية بالفعل يعني مصر واضح من يعني سلوكها ورؤيتها وتجاربها ونجاحها يعني نموذج للنجاح داخليا وخارجيا للاحتذاء به وتقدير العالم يعني رؤية مصر وأن مصر بتحترم كلمتها مصر يعني أد كلمتها مصر رؤية مصر وتقديرات مصر يعني بات محل اهتمام قادة العالم وخاصة يعني الاتحاد الأوروبي من دول ماكرون شافة يعني ذلك الاهتمام وذلك التقدير والاحترام والإعجاب للرئيس الفيسي وللدولة المصرية ثبات الدولة المصرية وتمسكها ورؤيتها تجاه يعني محاربتها للإرهاب تجاه تنميتها تجاه الإصلاح الاقتصادي تجاه كل تلك النجاحات وذلك الشرف وتلك يعني الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية بقت محل تقدير العالم وأيضا يعني رؤيتها لحل يعني مسألة زي المسألة اللي بي مصر ومبكرا كانت صباقة وقال لأهتمام رئيس الفيسي قال قال أنه لازم يبقى في خروج لتلك الميليشيات يعني بصي أستاذها نانسي كل الكلام وكل المحللين وكل اللقاءات هنفضل نتكلم لكن وقف الخلاصة مصر قالت من بدر الكلام ده والحقيقة سيد طارق طبعا لو سمحت لي أضيف على حديثك أو دعني أركز معك على هذه النقطة أن في الأزمة الليبية تحديدا مصر وقفت على مسافة متساوية من كل الأطراف الليبية لم ربما تتناقش مع طرف على حساب طرف آخر تابعنا يعني هذه الاجتماعات مع القيادات الليبية على الجانب آخر القبائل الليبية الحديث الممتد والمشترك بين وزارتين خارجية البلدين وغيرها من الإجراءات التي وضحت دور مصر في الوقوف على مسافة متساوية مع كل الأطراف ليست على حساب طرف على حساب طرف آخر سيد طارق الله ينظر عليكم سيد زنانسي انتجبتي حتة يعني نقطة في غاية الأهمية والروعة شكرا أنه علاقات مصر مع كل الأطراف وكل الدول اللي عندها صراعات وصروب البلشيات وبعيدا عن فكرة الدولة وللأسف الشديد لو العالم سمع أنه لازم يبقى فيه دولة والتحاد دولة وتماسك دولة واحدة لكن لما يبقى فيه أطراف كتيرة في الدولة فمصر حريصة مع علاقاتها تكون متوازنة وسياستها تكون منفتحة مع كافة الأطراف ما لهاش مصلحة ما عندهاش خيار وفقوط وإنما هي عايزة مصلحة الدولة عايزة توحيد الدولة عايزة تماسك الدولة هي ما بتدعمش ميليشيات أو فرقة ضد فرقة لأ هي عايزة يبقى فيه دعم للجيش الدولة النظامي يبقى فيه توحيد للمؤسسات الوطنية للدولة الوحدة مفهوم الدولة القطرية هي دي سياسة مصر ودي رؤية مصر من بدري ودي رؤية فخامة الرئيس السيفي ودايما كان بيؤكد أنه عشان نحل المسألة الليبية لابد من آليات إجراءات الانتخاب عايزة إيه عايزة ننفع سلاح الميليشيات عايزة نخرج الميليشيات من ليبيا صحيح أخيرا سيد طارق لسه محترى في هذا السؤال إلى أي مدى في كل مرة يتم البرهنة على أن السياسة الاستراتيجية التي تنتهجها مصر في حل الأزمات في الدول العربية أو بعض الدول العربية هي الاستراتيجية الصحيحة التي تخرج الدول من أزماتها سيد طارق مصر دايما بتقدم هذه الرؤية ومن زمان ومن بدري وبتقول الحل لاستقرار الأوضاع في كل المنطقة العربية أنه دي الرشدة المصرية لازم نبعم الدولة لازم نوحد مؤسسات الدولة لازم عشان يبقى فيه بيتكلموا على الانتخابات في 24 ديسمبر يا جماعة تبقى يعني المقاعد والدوائر دي والمرشحين ولازم يبقى فيه في سلامة ليهم وفيه إرادتهم صحيحة إرادتهم ما تبقى صحيحة إزاي وفيه نزاهة العملية الانتخابات إزاي لازم نخرج نخرج الميليشيات لازم ننزع سلاح الميليشيات يعني مصر دايما عندها هذه الرؤية وهذه العفقرية في توصيف المشكلة دايما بتوصف المشكلة ومش بس بالكلام أيضا بالفعل لما بتستضيف لجنة خمسة زياد خمسة وبتقول الميليشيات والتياد وكل الناس اللي عندهم مرتزقة يعني نخرج كل هؤلاء المقبورين وهؤلاء المرتزقة هو ده اللي بيخلي يعني رؤية مصر محترمة صحيح نعم قدرة من كافة قادة العالم وإنها لا تعتدي وإنما تساعد دايما بالتأكيد بالبناء والاستقرار أنا بشكرك شكرا جزيلا سيد طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية كنت ضيفي إذن في هذه الساعة عبر الهاتف شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك